موسيقى مساء الخير وخليني الفيديو ده أتكلم عن مسلسل What If اللي بنغطي أخباره من زمان من أيام ما كان مجرد اسمه وقايمة ممثلين هو مسلسل أنيميشن بستايل أنيميشن كده تقدر تقول عليه سيل شيدد لكن بأسلوب أنيميشن مختلف شوية شخصيا بيفكرني بمسلسل سبايدر مان The Animated Series بتاع ام تيفي ومن ذكرياتي معاه انه تقريبا لو دي مش ذكرة زائفة يعني أول حاجة تعرضت على ام بي سي سري قبل ما يبدأوا بس بشكل مستمر ومجدول وتقريبا ما كانش مترجم ولا مدبلج زي ما انت عارف المسلسل مبني على سلسلة من المجلات اسمها What If المسلسل مباشر جدا الحلقات فكرتها مباشرة جدا ماذا لو اللي تعرفوا ما حصلش بالشكل اللي انت تعرفوا فيه بيشرح كل تفصيلة في الموضوع ده الواتشار وانت اكيد عارف ان الواتشارز طلعوا في بوست كريدت سين في فيلم جارديانز اف دا جالكسي ودي كل حاجة عنوات اف وبس كده شكرا جزيلا طيب والله فكرة يعني وات اف ما عملناش حلقة عن وات اف والله دي فكرة ده فكرة عبقرية جدا يعني نجرب كده نتفرج على الحلقات ومنجبش سريتها تاني ونشوف هل العالم بقى سينهار وسيظهر في السماء روبوتات قتلة او سيتحول البشر الى زومبيز ومن المنطلق ده كنت تقدمت بمقترح لزميلي في مارفل فارعي سيدي جابر اللي هو جنب جوباس انه هم ما يستسمروش فلوس في جزء تاني من وات اف بدل ما قنوات زي مارفل سويف وكوزمك واندر بتاكن عيش بالعناوين الكليك بيت والفيديوهات ضعيفة الجودة على حس النظريات انت يا مارفل افتحي للووتشار قناعة اليوتيوب اي يحلل فيها الحلقات اللي هها مباشرة جدا ومش محتاجة تحليل يعمل بقى سلسلة قوامها تمانين فيديو عن ماذا اذا كان اندرو جارفلد وتوبي ماجواير هيطلعه في نوي هم ولا لا هيطلعه 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 ولا لا اللي اقتراح بصراحة لاقص تحسان كبير منهم وبعتول يقميل فيه جملة واحدة قالوا لي شاد زيه القبل ما فهمتش قوي ايه علاقة الجحيم بالموضوع بس غالبا كان قصدهم الفكرة جحيم نار على زيت حار يعني جامدة يعني طبعا بعد تقديم التيفي ايه في مسلسل لوكي بنشوف مارفل بتشبط كله في بعضه والاعلان عن الحلقات كان في صورة احتمالات وفروع في شاشة التيفي ايه وبعد ما خلاص يعتبر دخلنا المالتيفيرس بالجزا ما هو في الصالة بنهاية مسلسل لوكي اعلان فيلم سبايدر من نوي هوم وحرق حرق 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 الحرق البوست كريدت سين الرائع بتاع فيلم فيلم ليد ذيربي كارنيجي فقصة زي حكاية المالتيفيرس دي محتاج تعمل لها تجربة قبل ما يعني تدفع وتكلفه في النهاية ايه دي سي ارجوكي ما تعمليش مالتيفيرس وانتي ما عندكيش يونيفيرس اساسا والتجربة اعتقد نجحة الى حد ما اكيد مش كل الحلقات ما حصلتش فيه حلقات مستوها ضعيف فيه حلقات حشو وفلر وكوميك ريليف بس الفكرة على العموم مبهرة وبتلعب كده على حبلين وبصراحة لعبة كويس جدا الحبل الاول انك تخاطب فانز مارفل اللي هم بتفرج على الافلام والمسلسلات بس فانت شبه عملت لهم مصغر لمدة 9 حلقات والكلايماكس بتاعه مبهر جدا اكينه انت جيم بس بسكيل صغير قدمت شخصيات بقصص بتقطعات فلو فيه وات اف موسم تاني وده اكيد موجود انت عمل تعمل عوالم شبه سينمائية مصغرة وتقفلها على نفسها وهكذا وهكذا طبعا ده غير اصلا انك بتشوف احداث انت عارفها بالفعل لكن لو حصلت بشكل مختلف الحبل التاني او المحور التاني وهو حبل الناس اللي بالفعل من زمان بتقرأ الكوميكس فهم شايفين سلسلة كبيرة من زمان بيتعمل لها معالجة وفي النقطة دي انا شاف ان على الرغم ان قد يكون المسلسل ما خدش قصص بالحرف من اعداد وات اف الا انه بشكل مجرد هو شبه ماشي على نفس نمط بعض الاعداد زمان زي ما كان فيه اعداد بتطرح سؤال مسير وينتق عنه القصص تحب تسمعها زي ماذا لو جالاكتوس التهم كوكب الارض ماذا لو دير ديفل ما كان شعمة كان ما بيسمعش وبيترعب لو شاف مجرمين ماذا لو دكتور استرينج كان ساحر عادي كما ارتاج انتساب مثلا مش السورسرر سوبريم ماذا لو ولفرين قتل هالك ماذا لو هالك قتل ولفرين ماذا لو دير ديفل قتل ويلسون فيسك بجانب دول كان فيه اعداد كوميديا صرف يعني مثلا ماذا لو بانطلون بروس بانر ما بيتفردش لما يتحول لهالك هتبقى مشكلة دي بعد كده بقى مارفل تعملها هالك لما بيقبي يبقى ماشي مالط طبعا عنشين احنا ايه بنحارب المجتمع الكونسيرفاتي المتخلف فانت كده يعني بتحض بصراحة حرية هالك ومش مديله حرية انه يلعب راح حتى هالك هيسيرك ايه في هالك ده مش فاهم ماذا لو كان هالك اصفر مش اخدر وفتكر اصلا ان هالك كان هيبقى رمادي عادد باسم ماذا لو استان ليه قرى العدد ده بص بقى العدد ده ماذا لو الوتشارز من كل العوالم اتفرجوا على الوتشارز وهم بيتفرجوا على الويتشارز وهم بيتفرجوا على الويتشارز تمام مرات ومن الاعداد المثيرة للاهتمام العدد الرابع من الاصدار الثاني اللي شاهد اول ظهور للسيمبيوت والتحامه ببيتر باركر في العالم الف تسعة وتمانين القصة كانت كبيرة جدا انتهت بموت سمايدر مان كمان عدد اجده مشابه لاخر المسلسل وهو العدد الخامس من الاصدار الرابع ماذا لو فيجن ضمر الافنجرز فبتلاقي المسلسل فيه كوميديا كتير وحلقة مخصصة حاجة زيدي اللي هي الحلقة السابعة واساسا انت لو بس قلت انك هتعمل اعداد وات اف زي ما هي كده في المسلسل فانت الصلع النبي مش هتعمل اقل من عشر مواسم كل موسم عشر احداشر حلقة فضلا عن انك تجيب كتاب يحاولوا يدمجوا بين الافلام والمجلات فهي محلبة لان تنضب بشكل ايجابي طبعا مش سلبي يمكن يبقى فيه موسم كده بيعمل حلقة الاشهر النظريات اللي انتشرت عن افلام معينة فتتعمل كده حلقة ده تبقى حلوة جدا دي الوتشر هو واتو ظهر في سنة 1963 في العدد التلاتاشر الفانتاستيك فور قصته في المجلات باختصار شديد شديد انه ينتمي لعرق من الخالدين والكيانات الكونية شديدة شديدة التطور التكنولوجي اسمهم الوتشرز كان دايما بيتأمل في سؤال لو حاجة تانية بتحصل بعد ما الشيء اللي بيسميه الفانيين الموت في يوم من الايام العرق ده بيقول انه واجب عليهم انه هم يفيدوا الاجناس الادنى والاقل منهم بتطورهم التكنولوجي وفي اول تجربة عملها ابو واتو اللي اسمه ايكور نقل بعض من معرفتهم وعلمهم لكوكب استخدموها بقى في تطوير اسلحة نووية فيما بعد وضمروا بعض فمن ساعتها اجتمع عرق الوتشرز وقرروا انه هم هيراقبوا بس ومش هيدخلوا في حاجة عملوا فيما بينهم عهد او ميثاق على عدم التدخل سيكتفوا فقط بالمراقبة السلبية مهما كانت التبعات اتفرقوا بقى كل واحد او كل جماعة منهم على امر احد الكواكب او العوالم المأهولة بالسكان بيراقبوا في صمت واتو عمل قلعة لنفسه في منطقة اسمها المنطقة الزرق على امر كوكب الارض وقتها المنطقة دي كان عملها السكرولز بدأ يرائب تاريخ كوكب الارض وكان مهتم انه يشوف نسخ كوكب الارض دي في العوالم التانية عاملة ازاي اول مرة كشف عن هويته فيها كان لما في قصة من القصص كابتن امريكا اتبعت للماضي في العصر الاليزابفي عام 1602 ميلادية فدا عمل خلل في نسيج الواقع فاضطروا واتو الوتشر انه يكشف عن نفسه الدكتور سترينج في العصر دا وقتها مع تداعات الاحداث بيرجعوا كابتن امريكا للحاضر والوتشر بيفصل الخط الزمني اللباس دا في عالم منفاصل اسمه الارض 313 وحفظه في بوكت دايمينشن في صورة جوهرة وده تقريبا الوتشر عمله مرتين في وات اف مرة في الحلقة الاخيرة لما حبس زولا اللي جوه ألتروند الدكلمونجر في جوهرة ولما حبس دكتور سترينج في العالم بتاعه اللي انتهى في جوهرة وممكن ضمنيا يكون عمل كده في العالم بتاع بلاك ويدو اللي هو انتهى فودها زمن تاني والعالم دا حطه في جوهرة دا غير ان هو لجأ لدكتور سترينج زي ما لجأ له في المسلسل كمان خب بالك ان السيناريو بتاع الجوهرة دا قد يكون حصل بين الوتشر وبين كابتن امريكا لما في اخر انت جيم رجع لبيجي كارتر فما تستبعدش ان الوتشر يكون شاف كابتن امريكا يستحق النهاية السعيدة ففصل الخط الزمني بتاعه عن خط الاحداث الرئيسي وحطه في بوكت دايمينشن في جوهرة والعالم دا بيستمر جواها عادي وده اللي حصل مع كوكب الارض 313 يمكن ليلا ماتى وجد المالتفيرس وجد الوتشر يا رب صبحنا وربحنا وبين العوالم والاكوان ما تفضحنا ورينا يا ابني الحلقة الاولى ماذا لو بيجي كارتر هي الفيرست افنجر نقطة التفرع كانت لما ما رضيتش تطلع الكابينة زي ما حصل في الفيلم مفيش جندي تيفي اي خلصنا من الحكاية دي اه صحيح انا انسيت ان احنا وصلنا لنقطة اللا عودة طيب يا سيدي كابتن كارتر هي الفيرست افنجر ستيف روجرز بيسوق الهايدرا ستمبر المرة دي ريدس كال بيسعى لتحرير كائن من بين الابعاد لكن الامر بينتهي على دماغ اهله زي كل مرة عادي بتخلص الحلقة ببيجي كارتر في المستقبل بتاع العالم دا اللي هو في المكان بتاعتجاره بمشروع بيجاسوس لو تفتكر المشروع دا اللي كان بتاع شيلد وناسا وهو مشروع لتسخير طاقة التسرك دا كله كنهاية بديلة لعصرهم على كابتن امريكا في الجليد وضموا للأفنجرز وهنرجع للعالم دا وللزمن دا تاني حاجات عرفناها في الحلقة الاولى خدنا ريفرنس الشيلد وسورد في جملة درع وسيف اللي اتكررت بعد كده عرفنا كلاميا ان ما يوجد بين العوالم والاكوان يسمى بالابعاد ولا تغضع لقوانين الزمان والمكان شفنا ان في عينات دم اتاخدت من كابتن كارتر المفروض في خط سير الافلام الرئيسي لما اتاخدت من كابتن امريكا بعد احداث كتير وسرقة ومحاولات لاعادة التصنيع شوية هايدرا شوية هاورد ستارك الحكاية دي كلها قدت لتكوين هالك وابوميناشن والفلاج سماشرز وجون ووكر وفي مسلسل ايجينت سوف شيلد هاورد ستارك استخدم واحدة من العينات وحطها في كورة اسمها البلتز كريك بوتون وكان شايف ان دم ستيف روجرز يقدر يساهم في عملية علاج الامراض المستعصية وانتهى الامر بتلك القرورة ان بيجي دلقتها في المية من فوق كوبري بروكلين السؤال اللي في الحلقة الاولى هل كونهم متاخدين من كابتن كارتر ده هيخليهم يوصلوا لنهاية مختلفة والاهم لنتائج مختلفة انا مش عارف بصراحة لان يعني انت لما تفكر فيها بالعقل بتلاقي ان الموضوع ملوش علاقة بين المتلقي يقدم ليه علاقة بالشفرة او المعادلة بتاعة ايرسكن اللي بروس بانر اعتقد انه هيحلها بتبديل اشعة فيتا باشعة جاما وما حدش حلها غير الواد وولفرد نيجل في مسلسل فالك الحلقة التانية ما زالوا تيتشالا هو ستار لورد اجواءها حلوة مفرفشة فيها تفاصيل حلوة بتبدأ لما قراءات الكونية المحيطة بواكندا نتيجة وجودها على نايزك من الفيبرينيوم خلتهم يفتكروا ان ده من نسل الكيان النجمي او السيليستيال ايجو ومن مفاجآت الحلقة دي ان تيتشالا اقنع ثانوس انه ما يمحيش نص الكون قال له بص والله عملية محو نص الكون دي مش مربوحة وعارف لو فكرت فيها بقليل من الحيادية بعيدا عن اي نظرة دجماتية وتنحية اي جوانب براجماتية او خطابات دي مجوجية هتلاقي ان العملية مش فعالة زي ما انت فاكر بس لازال في كل مناسبة بيتكلم عن الفكرة وقد ايه كانت فعالة بنفس الطريقة اللي كنت بتكلم بيها عن مشروع تخرجي وانا بحاول افاهم الطلبة والمعيدين والدكاترة ان ممكن اتخرج بمشروع موقف ميكروباصات على اول شارعي يوندو فاهم تيتشالا ان وكان دا اتدمرت وكان بيجذب عليه انه ابن كلب لكن دا وصلوا لاستنتاج ان الجنس البشري ما يعرفش غير الحرب والدمار وده شوية شبه اللي قاله ابو الووتشار ليه في المجلات الكوليكتور سد الفراغ اللي سابه ثانوس باعتزاله وانه بقى مزارع كتلميح لمصيره اللي حصل بعد انفينيتي وور واخد المقر بتاعه اللي شوفناه قبل كده موقع التنقيب اللي في راس احد السليستيالز الميتين المكان المعروف بالنسبالنا باسم نووير اللي شوفناه قبل كده في الافلام الدراع الصخر اللي استخدمه الووتشار بيقول انه قطعوا من كائن كرونن رغاي وبيثارثار اغلب الزن قصده كورج معاه اسلحة من شخصيات كتير وسؤال هل كون الدرع هنا دا معناه انه هزم كابتن امريكا او من الاول موته مثلا او خد الدرع من زمان مش من دلوقتي هل كونه خدم يولنير يبقى هزم ثور او موته هزم لوكي وخد الخناجر هزم هلا وخد الخوزة بالاضافة للخنجر اللي خده من الدارك الفز اللي غالبا بتاع ملكف واكتر لحظة حماسية في الحلقة هي قتال ثانوس ضد البلاك اوردر حاجات اتلمح لها في الحلقة التانية تارناكس فور وهي عاصمة السكرولز اللي الرافجرز بقيادة يون دو وتتشالا سرقوا البنك فيها وهو نظام نجمي اسمه نظام تارناكس في تارناكس واحد واثنين واربعة وسبعة وعشرة اتذكر كمان كوكب انكرا وهو موتن السليجز في المجلات اتذكر كمان نجم كروليانز المحتضر وده تلميح لعرق الكروليانز وهو كائنات شبه البشر تطوره من فصيلة الطيور دراكس امراته وبنته لسه عايشين لان ثانوس ما عملش حاجه واصلا تتشالا انقذهم من هجوم للكري وقد يكون في العالم ده مفيش باتلوف نيويورك ولا اي حاجه من دي تتشالا مسمي السفينة مندلة مش ميلانو نسبة لنيلسون مندلة طبعا مش محتاجه اقولك يعني ونيو ار اوتوف لك روح لهاورد زاداك ما غاني عن التعريف وهنشوفه كتير شكلنا الكوليكتور حابس عملاق جليد وجن ظلامي او دارك الف من قوم ملكف روبوت البار ده ظهر في فيلم راجنا روك فيه هنا واحدة من السفن بتاعت الجراند ماستر الكلب كوزمو اللي في المجلات بعته الاتحاد السوفيتي للفضاء في الستينات وبعد ما اتعرض لاشاعه في الفضاء خلت عنده قوى خارقة بقى قائد الحرس في نوير ثانوس في واكاندا لأول مرة في المسلسل لكن مش الاخيرة الحلقة الرابعة حلقة مؤسرة جدا ماذا لو دكتور سترينج حاول يرجع كريستين بولمر لا لا ما تقوليش ماذا لو خسر قلبه مش ايده لان انا مليش في المحن ده اكيد فكرة الحلقة مؤسرة ووطحالك وهي زي اسطورة سيزيف كده بيذكر فيها مكتبة كاجليوسترو اللي في فيلم دكتور سترينج شفنا الكتاب بتاعه واللي عرف يستخدم حجر الزمن من خلاله واللي كايسيلياس خد منه الورق الخاص بالبعد الزلامي عشان يستدعي درمامه وفي مشهدين كانوا محذوفين من فيلم دكتور سترينج بنشوف كايسيلياس وبيعمل التقوس اللي نص عليها كتاب كاجليوسترو وبمناسبة كايسيلياس في البريلود اللي نزل مع فيلم دكتور سترينج كايسيلياس فقد مراته وابنه فراح كمرتاج وبقى من السحرة لكنه انقلب عليهم لما الانشانت وان ما عرفتش تقنعه بان الموت هو جزء من الخطة وكل الناس لازم تموت في لحظة ما ولا حتى ساعدته او دلته على طريقة يرجحهم للحياة بيها وده تقريبا اللي حصل في الحلقة الرابعة مع الفارق بين كايسيلياس ودكتور سترينج كتاب كاجليوسترو مشكلته انه بيحط لك التحذيرات بعد التقوس مش العكس يعني بعد ما تقع في الفاخ يقوم محذرك وبالرجوع لاصله في المجلات هو كتاب جمع فيه كاجليوسترو الساحر كل علمه ومعرفته واقتبس فيه كمان حاجات من الدارك هولد اللي شفناه مع اجنس حارس المكتب اسمه او بي وفي المجلات يقال انه محتمل يكون اسم كاجليوسترو الحقيقي هو او بي مسير شوية في قصة كاجليوسترو بدون تعمق ان دكتور دوم سافر له الماضي لانه كان بيدور على معلم لفنون السحر الغامضة عشان يحرر رمه في احد القصص ويتعاونوا مع بعض فدكتور دوم بعد كده بيتديله صندوق جواهر بيبيعه ويجيب كل اللي محتاجه عشان يعمل اكسير الخلود بتاعه وكاجليوسترو مبهر بقدرة دكتور دوم على السفر بالزمن ومنسهوش ابدا فكرة ان اللي مات ما بيرجعش تاني دي مش جديدة لان الانشانت وان قالتها لهالك قبل كده في المشهد المحزوف ده من اند جيم قالت له ان لو حد مات هيفضل يموت وبما ان الموت هو نقطة مطلقة في الزمن اذا ده بيعمل معضلة زي معضلة الجد كده يعني لو لا كريستين ماتت ما كانش دكتور سترينج يراح كامرتاج وبقى السورسرر سوبريم وفكر انه يرجعها فكونك ترجع تمحي حدث متها انت كده مش هتروح كامرتاج ولا تبقى ساحر فازاي مش هتبقى ساحر وهتحاول ترجعها ببساطة يعني لو انت مراهق عدمي عديم القيمة في الحياة قررت لانك اتخنقت من العالم ترجع بالزمن تموت جدك لما جدك بيموت ما بيخلفش ابوك فبالتالي ما بيرزناش وينفضك في الحياة فازاي انت اصلا يا مراهق يا عدمي ما جدش عشان تروح تموت جدك الحاجة اللي عملتها الانشانت وون بتاعت الماضي قد تبدو معقدة وهي انها فصلت احتمالين لدكتور سترينج في نفس العالم ودي حاجة مسماعة في فيلم دكتور سترينج ان في مشهد ما قبل موت الانشانت وون قالت له انها ما شافتش مستقبله لكن شافت احتمالاته واحتمالات الشخص هي احتمالات قراراته المختلفة يعني مسماعة في المجلات بمفهوم الديفرجنز او التفرع وده اللي عملته الانشانت وون وعايزين نقف هنا ثانية واحدة ماذا لو كان دكتور سترينج عمل نفس الشيء مع بيتر باركر في فيلم نوي هوم اصلي يعني فكر فيها حتى لو هيعمله تعويزة تمحي من الزاكرة ده ايه علاقته بالمالتيفيرس ماذا لو الحل من وجهة نظر دكتور سترينج لو قلنا ان ده دكتور سترينج مش مفزته او مش نسخة شريرة منه انه هو هيفصل بيتر باركر لاتنين ويركز في جملته في التريلر لما قال العالم باكمله هينسى ان بيتر باركر هو سبايدر مان العالم كله ده يشمل بيتر برضه فبقى عندنا خطين احتمالات في نفس العالم واحد فيه بيتر باركر تلميذ عادي وواحد فيه بيتر باركر سبايدر مان ودكتور سترينج يعمل نفس اللي الانشانت وون عملته لما طلعت لدكتور سترينج الطيب قريت حاجة بتقول ان قد يكون كشف هوية بيتر باركر نقطة مطلقة في الزمن ماينفعش تنعكس فده اللي عمل الفوضى اللي في تريلر نوي هوم مش عارف الصراحة يعني هويته تكشفت او لا اقا ده عالم فيه واحد بيتحول لراجل اخضر ففكرك يفرق لو عرفوا ان عايل في سنة و بيمشي على الحيطة يا راجل ده العايل في سنة و دلوقتي بقى بينظر في اللي يفهم فيه و اللي مفهمش فيه مش هيمشي على الحيطة يا اخ الله يخرب بيت هرمونات اليوستفان دي والفراخ البيضة و حرية الرأي لما دكتور سترينج بيمتص الكائنات بيطلع اكتر من كائن بيلفت انتباهك الكائن اللي زي الاخطابوت ده اللي سماها ريد سكال باطل هايدرا هو غالبا شوما جوراث من المجلات وهو من كبار اعداء دكتور سترينج الجملة اللي بيقولها اوباي وهو بيموت ان الموت جزء من الخطة حط تحتها خط هنرجع لها تاني وانج بيذكر تعويزة حماية فيشانتي و ده كيان سلاسي في المجلات مسئوليتهم حماية السورسرر سوبريم و كوكب الارض فكرة ان فيه دكتور سترينج قرر انه مايحاولش يرجع كريستين ده ضمنيا بيقولك ان قد يكون ده اللي عمله بالفعل دكتور سترينج انه جاهد نفسه انه مايعملش حاجة زي دي مش محتاجة اقولك انك اول ما شفت الانفجار ده فكرك بانفجار واندا المكون لوست فيو لحظة اختفاء كريستين دي زي اختفاء بيتر باركر في انفينيتي وور زي اختفاء فيجن في واندا فيجن والسؤال اللي بيتبلور بنهاية الحلقة في المالتيفيرس الفسيح هيبقى فيه كام دكتور سترينج و كام واحد فيهم هيقرر انه يرجع كريستين فيخرب العالم بتاعه هل دكتور سترينج ده هو النص الشرير؟ وخاطرة اهم بما ان الموت هو نقطة مطلقة في الزمن اذا موت جامورة هو نقطة مطلقة والاهم متلوكي هو نقطة مطلقة فبعد رحلته اللي بعد المسلسل واللي هنشوفها في اللي جاي مع دكتور سترينج و واندا واللي ييجي بعديهم او معاهم في مواجهة كانج معروف انه هينتهي بيه الامر ميت او هينتهي بيه الامر ووتشر الحلقة الخامسة ما زالوا زومبيز طبعا ده ارك شهير جدا ومليان احداث في المجلات الابطال اتصابوا بفيروس كمي عملوهم مشكلة ليها علاقة بالعقل يعني طبعا الزومبيز عملوا اكتر من ظهور في المجلات اقربهم للحلقة هو الزومبي فيرس او كوكب الارض او العالم اتنين واحد اربعة تسعة في العالم ده برضو في حاجة تشبه اللي حصل في اول الحلقة ان جانت فان داين لما تعادت او تعادت دورت على هانك بيم وعدته ده قريب للي حصل في الحلقة بداية القصة في المجلات بشخصية سنتري اللي قاتل هالك اللي في عالمه تسعة واحد واحد ستة اتنين هالك كان مصاب فعده وتعادى منه وبقى مصاب هو كمان سنتري العالم اتنين واحد اربعة تسعة هو تقريبا نسخة متطبقة مع العالم ستة واحد ستة الرئيسي مع اختلافات طفيفة ان مثلا في العالم ده ستيف روجرز كان فاضله تلت رتب عشان يبقى كابتن فدلوقتي كولونيل فاسمه كولونيل امريكا مش كابتن امريكا عند نقطة معينة ستيف روجرز كان رئيس امريكا وحاجة زي دي تلمح لها في حلقة قدام وفي المجلات تقريبا حصلت مرتين في عالمين مختلفين مرة رفض ومرة ابل في العالم ده برضو الفولتشار كان بطل مش فيلن ويمكن الفارق الكبير بين الاتنين ان العالم ده ما وصلهوش جالاكتوس ولا السيلفر سيرفر قبل الزومبي اوت بريك في العالم ده برضو لما الزومبي افنجرز بيتأكدوا ان ما بقاش فيه حياة على الارض بيقرروا ان هم يروحوا ابعاد تانية ويقضوا عليها باستخدام قوة جالاكتوس اللي جاء لهم بعد حوالي 40 سنة مما بقوا زومبي ده برضو اللي عملوا الترون في مسلسل وات اف واساسا قادوا على جالاكتوس شخصيا واخدوا قوته لمحات لطيفة في الحلقة زي قطع راس وانج هنا مكان ايد كال اوبسيديان في انفينيتي وور وقوع هالك في السنكتام سنكتورام زي انفينيتي وور لما شفت ابني مو وكال اوبسيديان وهو بقى داخل يعمل النمرة بتاعت هير مي ان ريجويس افتكرت جملة توني ستارك في انفينيتي وور ان الارض مغلقة النهاردة هي فعلا مغلقة ايه اللي جابك النهاردة انت بس مش يومك زومبي دكتور سترينج كان من احد الشخصيات في المجلات اللي صمدت شوية قدام العدوى لكنه تحول في النهاية هو ونيك فيوري وثور وستورم اثناء ما كانوا بيدمروا بوابة بين الابعاد كان الزومبيز هيستخدموها عشان يسافروا سبحان الله عكس اللي عملوا تماما في الحلقة هنا اكيد خدت بالك ان ده كرت صاحب انت مان بلبس شركة الحراسات الاكس كون اللي عملوها دي المشهد ده بتاع سبايدر مان وهو بيشد القطر فكرني بالمشهد الشهير في قصص سبايدر مان كلها وهو بيحاول يوقف القطر هنا بقى العكس وات اف بقى وبتاعه تعاون باكي و اوكوي فكرني بالمشهد ده في مسلسل فالكون معسكر لهاي اللي اتذكر مرتين في المسلسل هو المعسكر ده من انت جيم وفيرست افنجر ووينتر سولجر موت كابتن امريكا ووقوعه من القطر ده انعكاس لموت باكي في الافلام حتى الجملة اللي قاله هي عكس الجملة اللي قاله ستيف روجرز في وينتر سولجر ان سبايدر مان يلبس عباية دكتور سترينج ده شبه الى حد ما اللي حصل في العدد التسعتاشر من وات اف سنة سبعة وسبعين مع الفارق انه كان لابس عباية عادية مش عباية سحرية والعدد ده على قد ما فيه شوية لحظات مؤسرة على قد ما فيه لحظات كتير طريفة زي ان سبايدر مان بقى نجمة افلام ووكيل اعمال وتسويق ابطال خارقين مضى الافنجرز والاكس من ودير ديفل وبالمناسبة اختلف مع دير ديفل على انه عايز يلبسه الصفر بينما دير ديفل شايف ان يعني اه وعمل فيلم اسمه اميز سبايدر مان طلع فيه مارلون براندو وجين هاكمان وفيه برضو جونا جيمسون كشف هوية بيتر باركر في الديلي بيوجل وسبايدر مان حاول يمسك فضيحة على جونا جيمسون واخوه ده غير اصلا شخصية سبايدر سترينج او اللي سبايدر سوبريم اللي ظهرت في مسلسل الانيميشن ألتمت سبايدر مان وكل ده ضد اللي قاله بيتر باركر في فيلم انتو دا سبايدر فيرس ان سبايدر مان ما بيلبس عبيات كمية الاعزاء اللي ماتوا لسبايدر مان في الحلقة تديك لمحة عن اللي هيحصله في الافلام اللي جاية هوب هنا زي انت مان في انت جيم بابا ياجا اللي كرت بيشبه بي واندا هي فعلا شخصية من العالم الرئيسي طلعت في الاسدار التاني العدد ال 11 من كابتن بريتن ان راس انت مان تبقى في وعاء ده شبه حصل في ارك الزومبي فيرس بس كانت راس جانت فان داين وهو كاي وتحطوا على اجسام الية فيما بعد رجلة تتشالا المقطوعة واللي كان فيجن بيستخدمه لتغذية واندا تلميح ان دراعه اليمين ورجله فقدت بس كان هانك بيم اللي بيتغز عليه عرفنا ان لو هالك اتعد بروس بانر ما بيتأسرش وده عكس اللي حصل في المجلات لان هالك بقى زومبي وكان شاره في الاكل لاخر مرة بنسمع جملة تتشالا ان في ثقافته الموت مش هو نهاية الطريق لما بيتر باركر بيقول انه رفض عرض توني ستارك للانضمام للأفنجرز طبعا قصده اللحظة دي ثانوس الزومبي حاجة مفاجأة جدا في اخر الحلقة الا انه كان موجود في الزومبي فيرس بس ما كانش لسه بدأ تجميع الاحجار وعمل الانفينيتي جانتلت اتعد بعد اربعين سنة من انتشار الوباء انتهى بيه الامر دماغه متفرتكة على ايد هالك لما ثانوس اتهم هالك انه اكل اكتر منهم كلهم السؤال هنا هل في الحلقة دي لو نجحوا ان هم ينشروا العلاج بحجر العقل وثانوس اتعالج هل ممكن تتشالا يقنعوا ما يمحيش نص الكون زي ما حصل في حلقته كستار لورد السفينة دي اسمها الكواتجيت وظهرت في فيلم كابتن مارفل الحلقة السادسة ماذا لو كلمونجر انقص توني ستارك من اضعف الحلقات في المسلسل لكنها وات اف على كذا مستوى مش بس وات اف كلمونجر انقص توني ستارك ومراحش للتين رينجز وعمل المارك وان لا ده كمان وات اف كلمونجر قتل تتشالا مش العكس اكيد انت عارف ان كل حلقة من وات اف فيها كدرات ومشاهد متطبقة مع الافلام فالحلقة السادسة فيها لقطات كتير من افلام ايرون مان وبلاك بانثر كمان فيه تشبهات زي ان في الفيلم والمسلسل كلمونجر بيسلم جثة يوليسيس كلو لواكاندا كلمونجر كمان بيستشهد بجملة ان السلام ان يبقى العصايا اللي معاك اكبر من اللي مع عدوك طبعا دي جملة لهاورد ستارك قالها توني ستارك للصحفية قبل كده في الفيلم تعاون بيبر بوتس وشوري قد يكون تلميح لحاجات كتير قدام لو جوينث بالترو مش هتعمل بيبر بوتس تاني يبقى تعاون بين شوري ومورجان ستارك ان شاء الله لما تشدي حيلها وتاخد الابتدائية الحلقة السابعة ماذا لو ثور كان ابن اودن الوحيد هي حلقة فيلر وكوميك ريليف بصراحة مش مقتنع بكونسبت الحلقة كووتشر زميل يعني انا حاسسها المفروض قائمة على لوكي اكتر من ثور مفيش فروق جوهرية واضحة قوي بين شخصية ثور في الحلقة دي وثور في اول فيلمه قبل ما اودن ينفيه نفس الغرور والرعونة والحماقة فكان المفروض تبقى ماذا لو لوكي قاد عمالقة الجليد بيزهر بهيئة اليوتنار او عملاق الجليد لتاني مرة بعد مسلسل لوكي شوية تلميحات لطيفة زي ظهور فريق ثور باكمله وخصوصا لدي سيف بعد مسلسل لوكي ريفرنس البيرة اللي ما بتخلص بتاع فيلم راجنا روك بيتذكر هنا لأول مرة بس مش الاخيرة في وات اف ريفرنس روكت راكون لما ثور بيقول عليه ارنب ده برضو تلميح للي حصل في انفينيتي وور من كوكب السوفرن والواد ده للأسف خلاص هيعمل ادم وورلوك دارسي لما بتقول انها كانت فاكرة كابتن مارفيل راجل هي بترفرنس اصل الشخصية في المجلات وهو وولتر لوسن او مارفيل الستون هنج اللي تمسك فيه ايريك سيلف جمالت قبل كده برضو بيظهر هنا واللي فيه ناس بتعتبره اول مبنى في فترة عمارة ما قبل التاريخ واهم من كده خلفية ويندوز اكس بي لو تفتكر الحافلة فيها شخصيات من عالم الجارديانز زي يون دو وفالكري وكورج ونيبيولا وميك وعدد من السكرولز وهاورد البطة تاني وجراند ماستر وتاسبا ومانتس كورج وفالكري متكلموش على الرغم ان تايكا واتيتي عمل اداء صوتي للمسلسل هو وتسها تومسون تقريبا على الرغم من ذلك متكلموش لان كلامهم كان في حلقة ترحلت للموسم الثاني بسبب ان كان متصرب كتير من محتوها من شهور بسبب اصدار ليجو وكمان بسبب كورونا وهي حلقة تقديم جمورة على انها محطمة ثانوس والناجية من ساكار وغالبا كان فيها توني ستارك هو اللي هيتحبس في الفضاء وما ينزلش من السقب زي ما حصل في فيلم الافنجرز بينتهي بيه الامر في كوكب ساكار مكان هالك وبيعمل بدلة ساكار هالك باستر في نظرية بتقول ان الحلقة دي ممكن تكون بترفرنس بلوت هول في المراحل اللي فاتت وهو الجانتلت اللي عند اودن وطالما هو موجود ليه ثانوس خلى ايتري في نيدا فالير يعمل له واحد تاني ودمر ايديه عشان ما يعملش زيه في اللقطة دي بتاخد بالك ان ايتري ايديه لسه سليمة فغالبا ثانوس يا مراحلهوش يخد اللي عند اودن زي ما حصل في البوست كريدت سيم بتاع ايجوف ألترون والحجة ان ايتري زمان عمله لأودن لانه كان بيسعى لتسخير قوة الاحجار لكن لما عرف تمن حجر الروح وهو التضحية بعزيز بيقرر يوقف البحث ويبقى ملك صالح وينفي هلا توني ستارك بيقول هنا نفس الجملة والمبرر اللي قاله في ايتشوف ألترون ان هو عايز يعمل زي درع حوالين العالم ده كمان ضمنيا بيقول لك ليه الويتشر اختار جامورة مش توني ستارك لان جامورة عارف ان ما ينفعش تقول انا هستخدم الاحجار في الخير ولازم تدمرها بينما توني ستارك فكر في ألترون وهو سبب المصاب دي الحلقة التمنى ماذا لو ألترون هو اللي فاز في أول الحلقة هوكاي بيستخدم عباية اختفاء زي بتاعة هاري بوتر كده وزمان كان فيه عدد رقم 113 من الاصدار الاول من مارفل تيلز كان فيه حرامي معاه عباية اختفاء في مسلسل ايجينسوف شيلد كان فيه حاجة اسمها الكلوكينج أمبريلا برضو بتخفي ما تحتها هوكاي عنده دراع روبوت وفي ارك هاوسوف ام في المجلات وهيروك ايج كان شكل دراعه شبه معدني على الرغم انه ما كانش دراع روبوت كمان ظهر بدراع روبوت فعلا في قصص اخرى مش هو بس طبعا في العالم فتكر باكي وفتكر مسلسل لوك كيج العالم ده فيه ألترون موت الأفنجرز زي هانك بيم في الحلقة التالتة والربط ده انا اعتبره تلميح لحاجة في المجلات ان اول ألترون ظهر كان عمله هانك بيم وكان اسمه ألترون بيم طبعا توني ستارك بيموت صدفة وتصادف اللقطة دي خلتني اتساءل هل مارفل للمرة المش عارف كام تعمل دمج بين شخصيات مختلفة زي امورتس وهي هوريمينز في مسلسل لوكي هل يعقل ان يكون دمجه ألترون وفيجين وجالكتوس حركة اسم ثانوس مفاجأة جدا ومعجبتنيش بس فكرتني بمقال في ابريل 2019 بعنوان نظرية للأفنجرز فور شخصية صادمة ستهزم ثانوس وكان قصدهم شخصية أرسنل وألترون هيخليها انقلب على الأفنجرز مقال تاني في فبراير 2019 بيقول ان ألترون لازال حي في أحد الأحجار زي ريدس كال كده فكرة ان ألترون يستحوذ على الأحجار شفناها قبل كده في مسلسل أنيميشن أفنجرز السيمبل من اللحظة دي متقولش ألترون قول سوبريم ليدر عمل كل الموبقات دمر أسجارد زي سارتر دمر كوكب السوفرين فبالتالي مفيش ولا جارديانز ولا أدم وورلوك ودي أنسب حاجة تتعامل للشخصية بعد اختيار الكاستنج دمر ساكار على الماشي دمر سيلاستيال بذاته ومش بعيد عليه البقيين والإترنالز لو حابب دمر زاندار وبالتالي قوات النوفا وكابتن مارفل فأصبح في العالم ده مفاضلش غير ألترون وبلاك ويدو بعد موت هوكاي تلمحات لطيفة زي ذكر أليكسي ودرع الجارديان اللي هو أليكسي شوستاكوف يعني أو الريد جارديان زولا بيريفرنس ريدس كال لما بيقول انه مش أول مرة يتعامل مع واحد عايز يدمر الكون لتاني مرة بيتم ذكر معسكر لهاي اللقطة دي إعادة تكسيد لتضحية نتاشا في انت جيم قتال السوبريم ليدر مع الووتشار من أفضل إن لم يكن أفضل قتال في المسلسل لبس الووتشار اللي هنا واللي المفروض مرادف لكسره العهد أو القسم اللي أقسمه هو أشبه بلبس أرون الووتشار المتمرد في القتال ده الدواير اللي ظهرت في الأشعة هي تحيي تقدير كبيرة لواحد من كبار فنانين المجلات اسمها الكيربي كريكلز أو الكيربي دوتس نسبة لجاك كيربي اللي عمل شخصية الووتشار هو وستان لي وكان دايما بيرسم الأشعة بالأسلوب ده اللي في دواير وبيستغل النيجاتي في سبيس فيه جملة عابرة كده لكن قد تحمل العديد من المعاني لما السوبريم ليدر بيقول للووتشار إن كل شيء ممكن في المالتيفيرس الأهرامات اللي هنا دي فكرتني طبعا بريفرنس راما توت وكابتن أمريكا هنا وهو بيعني بيحلف القسم كرئيس لسه مكلمك عنه الحلقة التسعة والأخيرة ماذا لو الووتشار خرق العهن بتبتدي بافتتاحية زي وينتر سولجر ومن نهاية الحلقة الأولى على سطح اللوميريون ستار الووتشار بيقول على كابتن كارتر الجندية المفقودة في الزمن وده كابتن أمريكا برضه الجهاز اللي عمله إتري الجامورة اسمه الانفينيتي كراشر اللي بيدمر الأحجار وقد يكون ده ضمنيا بيقولك إن ثانوس عمله أو استخدمه عشان يدمر الأحجار زي ما قال في آخر انفينيتي وور وأول انت جيم ثور بيقول إن كان عنده موعد زي ما كابتن أمريكا قال لنيك فيوري بنرجع من الحلقة السابعة لرفرنس واضح للبيرة اللي ما بتخلص في فيلم راجنا روك بنهاية الحلقة بعد الفايت سين العظيم بنسأل هل كون دكتور سترينج هيفضل يحرص الجوهرة المحبوس فيك المنجر وزولة ده معناه إننا في يوم الأيام ممكن نشوف دكتور سترينج مكان الويتشر زي ما حصل معنىك فيوري بشخصية الانسين اللي بيعمل وظيفة الويتشر وملعون إنه متسلسل في الوظيفة دي خد بالك في وات إف مارفل قدمت دكتور سترينج كأقوى شخصية موجودة في العالم بتاعها لطيف التعاون ده بين درع كابتن أمريكا ودرع الريد جارديان حلو جدا برضو رصة الأفينجرز الشهيرة دي مع الفارق طبعا دول الجارديانزوف دامولتيفرس بنعرف قانون جديد غير مرضي بالنسبالي وهو إن أحجار كل عالم مختلفة ضمنيا عن أي عالم آخر ماشي أنا مش مقتنع بس تمام بيجي بتاخد نهايتها السعيدة إنها هتتقابل مع ستيف اللي كان برضو مجمد في التلج هل ده بيقول لك ضمنيا إن بعد إند جيم كابتن أمريكا قابل الوتشر والوتشر منحوا حياته السعيدة وفصل العالم بتاعه زي ما عمل في المجلات وحكيت لك الوتشر بعت بلاك ويدو للعالم اللي في الحلقة الثالثة اللي لوكي فيه ساعد نيك فيورو إنه يتخلص من هانك بيم لكن بسط سلطته واحتل كوكب الأرض طيب تقول لي مش كده بلاك ويدو تعتبر فاريانت لا ما تعتبرش فاريانت لأن العالم بتاعها انتهى حتى لو رجعت له هينتهي بيها الأمر إنها ميتة والعالم ينتهي لإن ما فيش غيرها فبالتالي يعني ما فيش أي إمكانية تكاثر ونرجع لقاعدة مسلسل لوكي لو عملت أي تغيير في عالم قبل نهايته ده ما بيعملش فرع ولا تعتبر فاريانت ودي حاجة واضحة البوست كريدت سيم بتاع الحلقة دي بيمهد لكون كابتن كارتر من الشخصيات الرئيسية في الموسم التاني اللي نعرفه عن الموسم التاني إن براد ويندربوم هو منتج منافس للمسلسل قال إن فيه موسم تاني هيعلن عنه قريب وإن كان فيه حلقة قلتلك بقى عليها اللي هي الحلقة بتاع الجامورة اضطروا يرحلوها من الموسم الأول فيبقى الموسم الأول تسع حلقات والتاني هيبقى تسعة برضو كمان قال إن شخصية كابتن كارتر هتكون هي الشخصية الرئيسية اللي هنشوفها كتير في الموسم اللي جاي وهتكون علاقة وثيقة جدا مع الوتشارد ما عرفش ليه حسيت إن العلقة دي هتتنتهي بان هي هتبقى وتشارد زي ما نكفي يوريو حصل معي بشخصية الأرد كل شو هيقول لك أنْسين ينسين لإننا فيوا واحدة من الأيام لايثم يبقى فيه أنسين لإن خد بألك طالما فيه مالتي فيرس يبقى فيه وتشارد طالما فيه وتشارد يبقى فيه جارديانز وثا disentر طالما فيه جارديانز وثا begging l utscharد الزي بقى فيه حد عايز ياخد مكان الوتشار او عين توضnant the wutcharد لذلك ان احنا طالما قلنا ان الموت نقطة مطلقة فلوكي بتاع 2012 غالبا قدامه 7-8 سنين ويموت. او لو مش هيموت يبقى ووتشار. يقال ان هيبقى فيه مسلسل انيميشن لسبايدر مان احداثه بالدور في الام سيو. هيظهر فيه فيلنز كتير مش هيظهره في افلام اللايف اكشن. وبس كده فيديو اهو يعني مفيش بعد كده. نقفل بقى ايه نكفي على وات اف المجور. تقول لي نسيت الحلقة الثالثة. نسيت الحلقة الثالثة. بعد ما صورت ولفت الملاية لقيت نس تكتب الحلقة الثالثة اساسا فاكننا ما تكلمنش عنها مش قصة. ويعين في مسلسل مظلوم جدا وانا يعني انا مستنيه ولازم نتكلم عنه في مرة وهو هو يعني المسلسل ده مظلوم ولازم نتكلم عنه عندك ويلسون فيسك جاي عندك شخصية ايكو فيه حاجات مهمة لازم نتكلم عليها او مش مهمة ومش لازم نتكلم عليها وطبعا الاستنباب بتاعت كل مرة ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك ولو حاسس ان ان انت تحب تسمعني وتشوفني تاني تعمل سبسكراب على اليوتيوب و فيس بوك ولو انت من محبين الانستجرام تعملي فولو على الانستجرام وبس كده شكرا جزيلا